إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله فكلامنا إليكم في هذه الأمسية بمشيئة الله أننا سنعيش مع كتاب الأمال للمخلص محمد من عبد الرحمن وهذا العالم الذي كتب الأمال أي أملأ حديث على تلاميذه بالإسناد من طريقه منوعة ليست محصورة في موضوع واحد ووصل بناء المقام عند المجلس الثاني عند حديث رقم ثلاثين عند حديث رقم ثلاثين بالانتقاء طبعا فعن ابن عباس وهو سوف يثير عفوا موضوع صلاة التسابيح صلاة التسابيح وصلاة التسابيح وقع في ثبوتها خلاف بين أهل العلم والراجح أنها ثابتة وتصدى للتأليف في إثباتها وبيانها جمع من كبار أهل العلم فمنهم الإمام الدار قطني له جزء في صلاة التسابيح وهو مطبوع مطبوع في غلاف عن دار ابن حزم بيروت وكتب الإمام الخطيب البغدادي أيضا جزء في صلاة التسابيح وهو مطبوع أكثر من طبعة منها عن الدار الأثرية الأردن وكتب ابن ناصر الدين الدمشقي أيضا في إثبات صلاة التسابيح وكذلك ابن حجر مرورا بجمع من أهل العلم حتى إلى شيخنا الألباني في إثبات هذه الصلاة وهي تفعل ولو مر في العمر ولو مر في العمر فتعالوا بنا نعيش مع صفة صلاة التسابيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال للعباس يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أجيزك عشر خصال هذا أسلوب تحبب ألا للتحبب هي للحض والتحبب إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره انظر إلى عظم هذا الأجر صغيره وكبيره سره وعلانيته خطأه وعمده انظر إلى عظم هذا الأجر قال تصلي أربع ركعات إذن أول شيء هي أربع ركعات هل فيها أذان؟ لا هل فيها إقامة؟ لا لم يثبت الأذان ولا الإقامة والأصل في العبادات الوقف فلا نفع العبادة إلا بما ورد الأمر الثاني أنه لا تحصر في رمضان فمن الأخطاء أن بعض الناس لا يصلي صلاة التسبيح إلا في رمضان وبعضهم ليس في رمضان حتى لابد أن يكون في ليلة السابع والعشرين من رمضان ليلة القدر زعموا ومنهم ولم ترد أنها تصلى في جماعة فتقصد الجماعة وتداعي الجماعة مرفوض قد نرى صورة أنها تأتي تبعا الجماعة كباقي النوافل لها وج أما أن تقصد الجماعة فلا يثبت ولم يرد إذن أربع ركعات تقرأ في كل ركع بفاتحة الكتاب وسورة بفاتحة الكتاب وسورة عادي زي أي صلاة طب بعدين فإذا فرغت من القراءة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة إذن بعدما تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة خمسة عشر مرة يعني مجموع الأربعة بتكرره خمستعشر مرة مش هذولا أتقول هذولا أربعة كمان أربعة عليه اتناعش لا المجموع هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة هذا كم مكرره خمسة عشر مرة فإذن بهذا بعد قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن بعدين نأتي إلى الركوع نأتي إلى الركوع فماذا تقول في الركوع نبقى على الأصل سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم إيش وبحمده قال ثم تركع ثم تقولها وأنت راكع عشرة تقولها وأنت راكع عشرة بالإضافة إلى ما ورد من الأذكار طبعا الروايات كثيرة وقلنا الخطيب كتب والخطيب والدار قطني وابن ناصر الدين يعني مصنف مفرد في صلاة التسابيح بالطرق والأسانيد والألفاظ لكن نحن مع رواية المخلص وفي نفس الوقت نبين ما يمكن أن يكون تاه عنه بعض الإخوة ثم تقولها وأنت راكع عشرة ثم ترفع رأسك وتقولها بعد إيش بعد سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد تقول كم مرة شو اللي بتقوله عشرة اللي بيعرف يرفع إيده أشوف كم من واحد بيعرف شو بتحكي نعم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر كم مرة عشر مرة عشر مرة إذن بعدما سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد عشرة بعدين أخر إلى السجود ثم تسجد فتقولها عشرة ثم ترفع رأسك فتقولها عشرة وتسجد فتقولها عشرة ثم ترفع رأسك فتقولها عشرة فذلك خمس وسبعون صار عندها خمس وسبعين تسبيحة من المجموح هذا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر كم خمس وسبعين مرة في كل ركع خلينا نعدهم كمان مرة وإنت قائم بعدما تقرأ الفاتحة وما تيسع من القرآن كم خمس بعدين بنزل للركوع شو بحكي ذكر الركوع سبحانه ربي العظيم سبحانه ربي العظيم وبحمده بعدين أقولها كم عشرة بعدين أعتدل أقول سمع الله شو ما لكم تختصروا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بعدين إيش عشرة بعدين كم منزل للسجود شو بحكي سبحانه ربي العظيم أو سبحانه ربي العظيم وبحمده كم مرة ثلاثة أو خمسة أو الآن بعدين أقول عشرة كم صار كم صار خمسة أو أربية خربة وناشة العدد وإحنا قائمين خمستاش الركوع خمسة وعشرين الاعتدال السجود خمسة أو أربية الجلوس الاعتدال ماذا أقول لا رب يغفر لي رب يغفر لي ها شكنا رح ننسى الصلاة وبس نركز على سبحان الله فبصر العدد خمسة وخمسة بعدين سجود شو بحكي في السجود نعم سبحانه ربي العظيم وبحمده بعدين بحكي عشرة عشرة شو العشرة اللي بحكيهم يا أمور انت ها تعرفيش هذا الولد صف روضة يلا مرة ثانية تفضل انت أبو فراس فراس سبحان الله والله أكبر والحمد لله لا حبيب سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله 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 أكبر بعدين عشرة قبل ما إيش أقوم وهذا يدل على جلسة الاستراحة هذا يدل على جلسة الاستراحة نستراحة بعد استجدد ثاني وصار المجموع كم خمس وسبعين واضح الركعة الثانية نفس الشيء بس بتكون بعد التشهد الركعة الثالثة الركعة الرابعة فأصبح المجموع كم تسبيحة ثلاثم ثلاثمائة تسبيحة هذا لابد أن تطبقها ولو مر في العمر ولو مر في السنة ولو مر في الشهر مر في الأسبوع مر في اليوم حسب نشاطك عندك وقت لما لا تعمر أوقاتك بذكر الله ومنها صلاة التسبيح وهذا خير يفوت كثير من الناس شو عندك والله ما عندي إيش ما صال ليك صلاة التسبيح مر في اليوم إذا عندك وقت ما عندك مر في الأسبوع مر في الشهر بعض الناس عاشوا مات ولم يصليها ولا مرة وأدركت بعض كبار السن سألتهم قال عمري ما صليتها ولا سمعت عنها أصلا ومنهم من يصليها كما أسلف فقط في رمضان أو في ليلة 27 وفي جماعة إذا نصع الله نعيننا وإياكم على تطبيق هذه السنة إن شاء الله مستعدين نطلوها منذ أسبوع القادم إن شاء الله بش من باب الامتحان من باب المتابعة بدنا نسأل بعض مين فينا صلى صلاة التسبيح ومش رياء هذا من باب التشجيع نتشجع الآن أهم شيء أن تجتنب وقت النهي لا تتحرّوا بصلاتكم طلوا على الشمس ولا غروبها والحمد لله الأيام هاي الليل ماله طويل إذا أنت بتقول أنا في الشغل مش قادر أصليها وكذلك بعد الوقت الضحى يعني الأمر متاح عندك في الشغل في النهار عندك استراحة عندك إجازة أيام عندك يعني غير محصورة ولا محددة في يوم المهم أن تجتنب وقت النهي شو سؤالك خلاص نأخذ بالأقل ونحاول يعني نتدبر حتى لا نخطئ طيب رقم 31 في حد عنده سؤال عن التسبيح طيب تفضل خلينا على التسبيح تفضل بناء على الأصل نعم عندنا دعاء الاستفتاح كما ترون عندما دخل في الصلاة الراوي لم يذكر إلا التسبيح لم يذكر أذكار الركوع ولا التشهد ولا الصلاة الإبراهيمية ولا الدعاء لم يذكر شيئا كان همه أن يذكر الزائد وهي التسبيح فدعاء الاستفتاح يبقى على الأصل فنقول دعاء الاستفتاح تضل دائما ما بعد الفاتحة يسن في جميع الصلاوات ولكن لا يواضب عليه في كل فريضة لأنه ورد أحياناً وبما أن الأصل أنه موجود فنبقى مع الأصل وهو الجواز بل المشروعية حض عليه الشرع صدر ما ذكرنا سلسلة علماء الخطيب البغدادي والدارة قطني الفقهاء الأربع ما رجعت للفقهاء الأربعة لكن إحنا بهمنا في الموضوع ثبوتها وعدد العلماء اللي قالوا بثبوتها ليس للفقهاء هذه مسألة حديثية فإمام العلل وهو الضارة قطني يقول بثبوتها وكفاك الخطيب البغدادي وهكذا جمع كثير من أهل العلم على ثبوتها نعم الآن بناء على القواعد إذا صليت في النهار فهي سرية وإذا صليت في الليل فهي جهرية ما عندنا نص لا سرية ولا جهرية عندنا قواعد عامة نعم نعم فيها تشاهد أوصد تشاهد أول صدر هذول الأربعة يعدوا واحدة نعم هذول الأربعة يعدوا واحدة نعم ستين وانت قائم وأربين أربين أربين فهي عشرة قلنا سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله أكبر واحدة عشر مرات هذا عندناها خمس مرات ونحن نأكد عليها لأنه قلت لكم بعض الناس سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله أكبر هذول أربعة سبحان الله والحمد لله اتناعش خلص صدر العمو الأصل ما تعد عيدك إلا إذا احتجت بجوز تعد عيدك بجوز ما ما تعدش عيدك بجوز مرة تعد مرة ما تعدش بجوز أصابعك بجوز في أي أسلوب مسكوت عنه يعني الشرع سكت نعم من أجل التعليم من أمر واسع يجوز بصحابة رضوان الله عليهم من أجل التعليم فعلوا أشياء كثيرة ليست هي الأصل نعم غيره كل محتوجة إلى تعليمه يجهر به دعاني السفتاء مكث عمر بن الخطاب يجهر فيه فترة حتى تعلمه كثير من الناس فالصحابة رضوان الله عليهم عمر بن الخطاب يصعد المنبر يعلمهم الصلاة الإبراهيمية طيب واحد ثلاثين قال شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشهادة فقال له لست أعرفك ولا يضرك ألا أعرفك إيتي بمن يعرفك مين اللي شهد شباب النايمين الله يزيك الخير بعد الأكل الله يزيك الخير تأخذ شباب فمين اللي شهد وانا اختنت بياه وش منت باش رح تفهم درجع كمان مرة يلا كمان مرة قال الشهد رجل عند عمر بن الخطاب عند عمر لن ممنوع من الصرف ابني مضاف إليه الخطاب رضي الله عنه بشهادة إذن رجل شهد عند مين عمر فقال له مين القائل عمر اللهم ارضى عنه فقال له لست أعرفك يعني لا نعرف أنت من أهل العدالة والثقة فلابد ماذا أن تأتي بمن يعرف ويشهد عليك أنك ثقة شوفوا الضبط بش زي الأيام أي واحد بيجي يشهد ماشي وطمع فينا الشهيدة طلع من الخمارة جاي يشهد لا ما بنفع لست أعرفك بعدين قال له عمر ولا يضرك ألا أعرفك يعني كوني ما بعرفك هذا ليس انتقاصا لك ربما تكون أنت فاضل لكن أنا ما بعرفك ولذا يعني سامحوني بعض الإخوة بيسألني ماذا تقول في فلان حقيقة لا أعرفه ولكن لا يضره أني لا أعرفه أو بيجي الأصعب من السؤال كيف تقوم علم فلان كيف بدأ قوم علم فلان هو عمره حضر عندي دروس ولا أنا أحضرت عنده دروس طالب علم ما بعرف عنه إلا طالب علم أما أقوم علمه ما إلي اثنين شو بتك فيك سؤال مش مهم إنه بتحضر عنده دروس وبتستفيد منه ماذا تستفيد منه وظلق معه بل بالعكس ربما تستفيد من الأدنى أكثر من الأعلى والسبب إنه هذا الأدنى يعطيك بمستوك ذاك الأعلى يعطيك فوق مستوك إذن لا يضرك فقال له عمر إيتي بمن يعرفك فقال رجل من القوم واحد من الموجودين وهو في شهادة وفي ناس موجودين فقال رجل من القوم أنا أعرفه أنا أعرفه اتفضل تعال أنا أنت بتعرفه طيب تعال بس هيك خلينا نسأل زي بعض الناس بديو يوزعي الزكاة زكاة ما له فلان فقير أتفضعطيه فلان فقير لا يا حبي استوّر باله تثبت تثبت شو شو صار قال أنا أعرفه قال بأي شيء تعرفه كيف بتعرفه من وين بتعرفه قال بالعدالة والفضل ما شاء الله كلمتين زي بعض الشباب نلتقي فيه كيف لا قال من كبار طلب العلم قرين المشايخ من أهل العلم اس безопас وووو هذه طيب كيف حكمت وهل أنت أهلا للحكم أصلا طيب تتفاجأ بعض الناس خاوي وبقول لك هذا قرين المشايخ يا شيخ فلان الله لا اعرفه هذا قرينك يا شيخ القرين هو المساوي في العلم انا اللهم اغفر لي ولا حول ولا قوة الله بالله قال لا يا شيخ انت وياه في نفس السنة انت مرد ال74 و74 شو دخل السن في الموضوع شو دخل السن لا صلة للسن في العلم ان اقابل من هو اصغر مني واستفيد منه واقابل من هو اكبر مني ولا استفيد منه شو دخل السن فقال بالعدالة والفضل فعمر بده يجوف الكلمتين هذول من وين جابهم فماذا قال الفاروق رضي الله عنه قال فهو جارك الادنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه يعني جارك الجار يعرف الجار وبتعرف مدخله ومخرجه وقيامه للليل وزمان كان واحد يقوم الليل الجار يدر عنه تفكر ان عزل كان عندهم ولا عندهم وكانوا يجدون صعوبة في الاخلاص واحد يبكي ويخشى الزوجة وتعلم انه بيبكي في الليل خلاص جارك جارك بتشوفه بقوم الليل عالمساجد رايح جاي في الل قال لا لا جاري ولا ايش قال له طيب ماشي قال فمعاملك بالدينار والدرهم هون رجال ببينوه ايش عند المعاملة بالدينار والدرهم والله يا شيخ ممكن 100 دينار دين امتى بتسدهم واحد ثلاث اجي واحد ثلاث هات المية انا ما حددت لك يا شيخ انو واحد ثلاث ها ما حددت لك ما دمت عليه قائمة عشان توقف ايش المي الدينار بتاعتك واخر ايش بتقول خلينا صحب عمرك ما يدينو فاذا الشخص لا يظهر الا ايش بالدينار والدرهم طيب قال فمعاملك بالدينار والدرهم الذي يستدله بهما على الوراع قال لا ما عملت بدينار والدرهم ولا شيء قال فرفيقك في السفر سافرت معه واحد احنا كنا في الحج طال يا معانا اجد ثلاث الفجر بصحفي قال ليش بتصحيني شو ليه بتصحي بصلي الفجر كان انا كل يوم اصبت روح علي الفجر قلت له هذا كنت انك تكون في دارك وان انت في سبيل الله قم قام ثلاث نوصل له وبعدين استغطى نفسه والرجل والرجل اندين طالع حاج بس الشيطان ملبس عليه وقت النوم يعني هبيبين الشخص في السفر وخصوصا عنده ايش المشاكل في السفر بس تخرب السيارة بس ضيع مصاريك ولا تنقص عليك التحكس في المصاري مشاكل فيه مشاكل ببين الشخص على كل حال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الاخلاق قال لا لا جارك ولا جربته بالدينار والدرهم ولا سافرت معه قال لست تعرفه فبالتالي اذا اجا واحد سألك عن شخص هل جربت بهذول الثلاث او بواحد من هاي الثلاث ثم قال للرجل ايتي بمن يعرفك نختم 32 عن الضحاك بالمزاحم قال لقد رأيتنا وما يتعلم بعضنا من بعض الا الورع يعني كانوا في مجتمع لم يعرفوا ترك الحرام فقط بل اي شيء في ذكر لإيش للحرام كانوا يتركونا مش هو حرام اذا كنت من هذا الصنف فهني قال لك عد الأشياء الحلال اللي بتتركه عشان ما تقع في الحرام فمن باب أولى انت تارك ايش الحرام مش ماسكني الخلق وقعب تتفرجي عالبنا وتيجي بتقول لي والله أنا تركت الحلال يا شيء تركت الحلال ورأت وقعد في ايه في الحرام نص الله نتقبل من نومينكم نكمل إن شاء الله بعد صلاة الإيشاء والله أولاد المفرق وصلى الله وبرك على محمد وعلى عزيز وصحبه